تصنيف المفاصل الزولية أو السينوفيال جوينتز بيكون عن طريق حاجة من اتنين يا إما عن طريق الحركة أو عن طريق الشكل نمسك كده حاجة حاجة الأول عن طريق الشكل بيتم تصنيف المفاصل الزولية بناء على شكل الأسطح المفصلية إلى سبع أنواع النوع الأول اسمه بلين أو فلات جوينت اللي هو المفصل المنبسط أو المسطح والنوع الثاني اسمه هنج جوينت اللي هو المفصل الرزي والنوع الثالث اسمه بيفت جوينت اللي هو المفصل المحوري والنوع الرابع اسمه بايكونديلر جوينت مفصل سني اللقم اللي هو فيه لقمتين والنوع الخامس اسمه كونديلر أو إليبسويد جوينت اللي هو المفصل البيضاوي والنوع السادس اسمه saddle joint مفصل السرج اللي على شكل سرج الحصار والنوع السابع والأخير هو pull and socket joint مفصل الكرة والتجويف ده كانت تصنيف بناء على شكل السطح المفصلي وهنتكلم عن كل واحد بالتفصيل لكن نوضح الأول تصنيف المفاصل الزلالية بناء على الحركة وبيتم تصنيف المفاصل الزلالية بناء على حركتها إلى 3 أنواع النوع الأول هو يوني أجزيل وحادي المحور والنوع الثاني اسمه باي أجزيل سنائي المحاور والنوع الثالث والأخير اسمه مالتي أجزيل يعني متعدد المحاور على سبيل المثال مفصل الهنج جوينت من النوع اليوني أجزيل بينما مفصل البول أنت سوكت جوينت من النوع المالتي أجزيل متعدد المحاور نتكلم بقى شوية عن أقصر الأجزاء تشويقا وهي الأنواع السابعة المفاصل الزلولية اللي صنفناهم بناء على شكل الارتكولار سيرفس النوع الأول هو المفصل المسطح بلين أو فلات جوينت وده بيسمح بالحرقات الانزلاقية ومثال على كده مفصل الأكروميوكلافيكلار جوينت اللي هو المفصل الموجود في منطقة الكتف النوع الثاني هو المفصل الرزي اللي هو الهنش جوينت بيسمح بالحرقة حول محور واحد بشكل عرضي ده غير انه بيسمح بالتاني والامداد الفلكشن والاكستنشن ومثال على كده مفصل الكوع اللي هو قلب جوينت النوع الثالث هو المفصل المحوري بيفت جوينت بيسمح بالحركة حول محور واحد بشكل طولي وبيسمح ايضا بالدوراء زي مفصل الأطلانتو أجزيال جوينت اللي هو المفصل الموجود بين الفقرة الاولى والتانية العنقية النوع الرابع هو المفصل ذو اللقمتين بيكنديلر جوينت بيسمح بالحركة حول محور واحد مع دوران محدود حول المحور التاني زي مفصل الرقبة اللي هو النيل جوينت النوع الخامس هو المفصل البيضاوي بيسمح بالحركة حول محورين بزوايا قيمة على بعضهم البعض فبيسمح بالتاني والإمداد والتقريب والإبعاد والدوران 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 ولكن بشكل محدود زي مفصل الرزغ اللي هو الرست جوينت النوع السادس هو مفصل السرج سادل جوينت وده بيسمح بالحركة حول محورين بزوايا قيمة على بعضهم البعض وبيسمح بالتاني والإمداد والتقريب والإبعاد والدوران ومثال على كده مفصل الكربوميتا كربال جوينت الموجود في أكبر أصابع اليد وهو الإبهام واللي اسمه الصامبة والنوع السابع والأخير هو مفصل الكرة والتجويف بول أند سوكت جوينت بيسمح بالحركة حول محور متعددة ومثال على كده مفصل الفاغض اللي هو هب جوينت اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة